حلقة النهاردة من الحلقات المميزة واللي بنصحك نصيحة شخصية انك تسمعها وتركز فيها وتستخدم البرنامج ده استخدام شخصي وتركز في كل كلمة هقولها لان ده متعلق بالملفات اللي موجودة عندك لو عايز برنامج يساعدك في عمل باك اوب او نسخة احتياطية للملفات المهمة اللي موجودة عندك على جهازك سواء كان بارتيشن كامل او حتى فلدر او ملفات باي صيغة او حتى هارد خارجي او هارد داخلي ملف موجود على فلاشة او حتى بشكل اوتوماتيك لي وانت اللي بتجدول الموضوع ده يعني بتختار امتى يتم الباك اوب التلقائي للملفات دي ولما تحب بتعمله استرجاع بتقدر تعمله استرجاع بسهولة كل ده بيتم عن طريق برنامج اسمه البرنامج ده تقدر ان انت تحصل من خلاله على تجربه وتقدر برضه تحصل على نسخة مجانية محدودة المميزات كل الكلام ده جايين نتكلم عليه النهاردة في حلقة قصيرة وحلقة مميزة معاكم محمد الريان من قناة محمد الريان حلقة قناية جديدة ونبدأ على بركة الله ما ده سواء تدعمونا باللايك والشير والكومنت واهم حاجة انك تقول لي هل عجبك البرنامج ده ولا لا واقول لي ايه اللي عجبك فيه البرنامج فيه التعليقات في الاسفل ونبدأ على بركة الله يلا بينا غير ما اطول عليكم اكتر من كده هتلاقي لينك موجود في وصف الفيديو هيدوس عليه هيدخلك على الصفحة اللي قدام منك دي ودي صفحة البرنامج اللي احنا جايين نتكلم عليه النهاردة زي ما قلنا البرنامج ده مدفوع وفيه مميزات او فيه عضوية مجانية بمميزات محدودة وممكن تستخدم البرنامج لـ يعني نسخة تجربية مدفوعة لمدة شهر والكلام ده عن طريق اللينك اللي موجود في وصف الفيديو وزي ما قلنا البرنامج نفسه متاح للويندوز 11 ويندوز 10 ويندوز 8.1 ويندوز 8 ويندوز 7 كل النسخ دي متاح معاها البرنامج بشكل متكامل وبدون ادنى مشكلة هتدوس كده على عشان تحمل البرنامج هيوديك على الصفحة دي هيعمل معاك كده ليه ملف حجمه تقريبا واحد فاصلة تلاتة ميجا بايت هتدوس كده على وتدوس كده على كلمة من هنا هيفتح معاك تدوس على ياس وابدأ سطب او نزل او ثبت البرنامج نفسه عن طريق كلمة من هنا وتستنى لحد ما البرنامج ينزل معاك اللي هو هنزل في تقريبا ثواني معدودة او دقائق معدودة لحسب الجهاز بتاعك خلاص لو عايز تعرف اكتر عن البرنامج على ما يخلص دي الواجهة وده الموقع ودي كده كل المميزات اللي موجودة عندك وكمان ميزة مميزة وهي يعني بيعمل للايميل اللي موجودة على الخاص بيك وكمان حاجات تانية موجودة زي ما انتم شايفين مميزات ممكن تبقى تجراها وتشوفها لما تدخل على الصفحة اللي موجودة قدام منك سواء كان او حتى تمام؟ زي ما انتم شايفين البرنامج سطب معايا وخلص وهفتح دلوقتي هدوس على ستارت ناو تمام؟ مجرد ما بدوس ستارت ناو بيقول لي فهنزل تحت كده وهستنى لحد ما البرنامج يفتح معايا زي ما انتم شايفين بيحمل معايا بسهولة وبسلاسة وبيفتح بدون ادنى مشكلة بعد ما بيفتح لازم انت تدوس كده على كلمة طبعا انا عندي اكاونت ومسجله انت بتدوس على كلمة وبتعمل اكاونت جوه الموقع واكاونت عادي جدا جدا مش هكلفك اصلا مجاني وتبدأ تحط الاكاونت بتاعك جوه هنا دي كده الواجهة الخاصة بي البرنامج عندنا هنا وعندنا هنا زرار اسمه الموضوع سهل جدا 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 وليكن انا معايا دلوقتي ممكن احط الفلاشة دي كمصدر يعني انا عندي معين الفلدر ده بعمل تعديل على الملفات اللي جوه منه فعايز اعمل باكاوب ده بشكل تلقائي في مدة معينة او في وقت معين انا احدده وتم الباكاوب ده على الاكسترنال درايف اللي انا مختار وليكن مسلا دي كده الفلاشة وهركبها قدام منكم دلوقتي ونشوف مع بعضينا اعم? زي ما انت شايفين انا بعد ما ركبت الفلاشة طبعا هتظر معايا دلوقتي الفلدر بتاعها خلاص خلصنا هنيجي هنا ندوس على انا باختار حاجة من تلاتة اما الفايل باكاوب لو انا عندي فايل معين عندي اه يعني فلدر معين عندي فايل باي صيغة اي صيغة متاحة سواء ان كان فيديو سواء ان كان اوديو سواء ان كان فوتو ايا كان الصيغة اللي موجودة عندك بتقدر عن طريق الاختوار الاول عندك التانية ديسك باكاوب وده برضو تقدر من خلاله تعمل يعني تاخد نسخة احتياطية منه ولو اي تعديل تم على برضو عمل نسخة احتياطية للتعديل اللي تم ده وتقدر بعد كده تعمل له استعادة ونشوف الكلام ده عملي وبعد كده عندك لو انت رابط او حاطة ايميل الاوتلوك بتاعك جوة الويندوز اللي انت بتستخدمه دلوقتي وعايز تعمل باكاوب للايميلز اللي موجودة على الاوتلوك بيتم برضو من خلال الايكونة دي خلينا احتي دلوقتي في فايل ولكن مسلا فايل باكاوب من هنا وانا باختار على سبيل المسال بتاع ريان لأ خلينا في باكاوب تاني وليكن مسلا ده عايز اعمل انا ايه باكاوب لي فلدر اسمه ده خاص بالموقع بتاعنا لو بعدل على اي ملف جوة منه بعلم بس كده على الفلدر نفسه وادوس كده على كلمة بيعمل دلوقتي بيقول لاختار بقى انت عايز تعمل ده فين او بتاخد النسخة الاحتياطية دي فين بالزبط فانت ممكن تاخد النسخة الاحتياطية على عادي جدا زي ما ممكن تعقودها على من هنا فانا اختار بتاعتي وادوس كده على كلمة ايه واستنى معي لحد ما يعمل دلوقتي طبعا عشان الفلدر مش كبير فمش هياخد معي وقت ولكن لو الفلدر كبير هياخد معاك وقت على حسب طبعا. زي ما انت شايفين بيقول لكونجرات الملف نفسه يعني ايه عند الوقت خلاصة عمله شباب لو دوسنا كده على من هنا عم بيقول لك يعني ايه يعني انت بتعملها مرة واحدة بس واي داتة بتتعدل في الملف نفسه بيتعمل لها اوتوماتيكلي او بتعمل لها للملف اللي انت عمله في المكان اللي انت عامل فيه. المهم بتدوس كده على الكلمة دي باك اوب وزود شجادول وبتختار من هنا كده الديلي ولا الويكلي ولا ايه بالزبط اللي انت عايز تعمله خلاص ولا لما يعني ايه يعني لما تحط الفلاشة بتاعتك اللي هو المكان اللي انت عامل فيه باك اوب فيه جهاز الكمبيوتر او لما تحط او المكان اللي انت برضو هنقوله عامل فيه باك اوب بيبدأ ان هو يعمل لك باك اوب تلقائي من الملف اللي انت هتعمل فيه نسخة احتياطية للملف اللي انت عامل فيه النسخة الاحتياطية فانت بتختار بمزاجك هنا. مسلا اوليكم تمام? وده كده الوقت المتبكة. وادوس كده على كلمة اوكي. ما انا عملت كده ايه? دلوقتي اوش جدول للملف نفسه او للحاجة اللي انا عايز اعمل لها. ممكن ادوس كده على نقطتين دول او تلات نقط دول. واختار من هنا لو انا عايز اعمل للملفات دي. لو دوس كده على كلمة بيقول لي اختار المكان اللي انت هتعمل فيه للداتا دي. يبقى دلوقتي بعد مدة معينة عايز اجيب اخر اتاخد للملفات بتاعتي لان فيها ملف ومهم ما انا محتاجه مسلا عسابين مساء وتمسح من عندي بختار المدة نفسها خلاص طبعا هو مفيش انا مدد لان انا ما عملتش ما تمش ان انا عملت اكتر من من لسه عامل البرنامج قدام منك ولكن مع الوقت هيظر معاك كل ما ياخد بيديك مدة. فبتصر قدام منك هنا تختار المدة اللي انت عايز منها. وبعد ما صارت بتدوس كده على كلمة ايه? اوكي? وبيبدأ يطلع لك ايه? نفسه. وزي ما انت شايفين الموضوع سالي جدا جدا. نفسي الكلام لو انت هتعمله على من هنا بتختار الدسك اللي انت عايزه. والاكم مسلا الدسك ده. ودوسها على وبتختار برضو ايه? المكان اللي انت هتعمل فيه. ودوس كده على كلمة من هنا. وتيبه يعمل معاك طبعا الديسك كبير شواف هياخد من النوع لحد ما يخلص هيبقى اظهر معاك زي ده بالزبط. ممكن زي ما قلنا تعمل فيه ايه? موضوع ان انت يعني تعمله او اللي شجدول زي ما احنا شفنا. ممكن برضو تعمل زي ما قلنا له ولكن دزمن تسجل دخول له انا ما عنديش في الحساب فهعمل من هنا. نفس الكلام لو قلنا وتقدر تعمل من هنا فلتر عادي خلاص بتغير الكلام ده من هنا كده. وممكن تيجي من الحتة دي او المكان ده بتخش على الباقي خلاص وباقي الكلام ده. لو دخلنا من هنا انت طبعا ممكن تشوف باقي السور وباقي الملفات ممكن تختار منها زي ما انت عايز بدون ادنى مشكلة. باحنا كده عرفنا ازاي نقدر نعمل باك اوب للملفات ونعمل كمان استعادة لي او ريستور للباك اوب نفسه. وفي حاجة مهمة كمان ان انت ممكن تعمل يعني يعني تعمل تشفير لملف الباك اوب نفسه اللي انت واخده لملفات مهمة موجودة عندك بحيس ان محدش يقدر يسترجع النسخة دي او بمعنى اخر يسترجع الملفات اللي انت عملت لها باك اوب. البرنامج زي ما قلنا في نسخة مجانية وفي نسخة مدفوعة لو دوسنا كده على كلمة ومن هنا. تمام? بتقدر ان انت تشوف النسخ المدفوعة اللي موجودة عندك بكمان بتسعة دولار او بعشرة دولار تقريبا. بتسعتاشر دولار والوان يير ليسنس بتسعة وعشرين دولار. ودي كده المميزات اللي موجودة كاملة داخل البرنامج. وانا بنصحك تخش تشوف وتبص بصة على البرنامج نفسه. ولحد دي كده كنت نسخنا لنهاية كان معكم محمد ريان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.